لم يفاجئ حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية أنصاره باسم مرشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة فأعلن ترشيح رئيس كتلته البرلمانية النائب محرم إنجا كمرشح عن الحزب لمنصب رئيس الجمهورية إنجا وبعد ساعات من إعلان ترشيحه دعا مناصريه لدعمه في الانتخابات القادمة كاشفا عن بعض نقاط برنامجه الانتخابي أيها الشباب وإخوتي لا تنسوا إذا لم تقفوا معا في هذا التحدي لن يكون لكم مستقبل أنا سأعيد لكم مستقبلكم سأزيد من فرص العمل وأدعم فرص النساء في الحصول على العمل في موازاة تحرك المعارضة قدم تحالف الشعب الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية وحزب الوحدة الكبرى طلب ترشيح الرئيس رجب طيب أردغان إلى اللجنة العليا للانتخابات نسعى من خلال مرشحنا إلى بناء مستقبل مشرق لتركيا وضمان السعادة والازدهار للشعب سيكون هناك مرشحون يطرحون مشاريعهم وأهدافهم في الساحات شعبنا سينصت للجميع ثم يتخذ في النهاية القرار الأصح من أجل البلاد وفي مواجهة تحالف الشعب ينتظر الشارع التركي إعلان أربعة من أحزاب المعارضة يوم السبت تشكيل تحالف جديد يخوض الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة انقشع الضباب حول شخصية مرشح حزب الشعب لمنصب الرئاسة وبدت الرؤية واضحة لدى جميع الأطراف إزاء المتنافسين الرئيسيين الانتخابات لن تكون سهلا لمنافسي أردوغان ووصول أحدهم إلى الجولة الثانية سيوحد المعارضة خلف اسم واحد ينافس الرئيس الحالي زيدان زينجلو العربية اسطنبول